لصف الموضوع بقى من اللي حصل مبارح والزمالك تصدر دور المجموعات مبارح بنتكلم 23 نقطة بـ 24 نقطة عفواً بمبارات مبارح يعني بنفس عدد نقاط غريم التقليد الأهلي لكن فيه فرق كبير في الأجوال بنتكلم في 19 هدف و 17 هدف شفت المبارات مبارح إزاي؟ وهل سبات التشكيل للزمالك فادها؟ بص دايما مباراة الزمالك والإسماعيلي تحديدا بيبقى لها مقيس يعني بص فيه مباراة كده ميبقاش لها مقيس ولكن لو جينا اتكلمنا عن مباراة الزمالك والإسماعيلي هنقول لا فيه كفة بتبقى أرجح عن كفة يعني دايما الزمالك لو رجع من المواجهات الزمالك والإسماعيلي بنلاقي دايما إن الزمالك كفته أرجح عن الإسماعيلي بتلاقي مباراة عادية جدا مباراة ممكن هدف هنا أو هدف هنا أحمد ما بنحسش أنه فيه مشاكل في المباراة عكس مباراة الأهلي مع الإسماعيلي أو الأهلي مع بيرامدز والعكس صحيح يعني بنشوف مباراة الزمالك وبرامدز أيضا تبقى مباراة عادية جدا ولكن لو جينا اتكلمنا عن الإسماعيلي أعتقد أن وجود أحمد خسان ميدو من المفترض أنه كان دافع كبير جدا سواء لي هو كمجير فني في أول مباراة أو حتى اللاعبين ولكن ميدو لا يسأل تماما عن المباراة هي مباراة طبعا أول مباراة وجاي كمان يا أحمد قبل المباراة قريبا بعد ساعات قليلة أنا كنت تحديدا بتكلم مع رئيس نادي الإسماعيلي قبلها بيوم فوجئت أني تاني يوم أحمد حسان ميدو المدير الفني للنادي الإسماعيلي في مشكلة حقيقة في نادي الإسماعيلي لو تكلمنا عن الزمالك زي ما أنت ما قلت أعتقد ثبات التشكيل حاجة مميزة جدا في ريرة كمان الفترة اللي فاتت يمكن الزمالك كان بيمشي على سطر ويسيب سطر ولكن مباراة الإسماعيلي دي هتكون دفع قوي لي أنه يتصدر الدوري حتى لو بفارق الأهداف يحمد هو مكسب كبير لنادي الزمالك بنشوف دايما في ريرة بيعتمد كمان على بعض اللعيبة الشباب اللي طالعا من فريق الأمل وبالمناسبة خلي بالك الكابتن قسامة نبيه شغال مع الفريق الأمل في نادي الزمالك بشكل كبير جدا وخلال فترة يناير دي وكلام دي على مسؤولتي أنا الشخصية في أكتر من 3-4 لعيبين من قطاع الناشئين في نادي الزمالك هيكونوا متواجدين مع السرين يعني دا يريد النقطة دي تحديدا من الحاجات اللي كانت تنقصنا على مدار فترة كبيرة فات دي نقطة مهمة طيب وإحنا من التكلم عندي يسألة كتير قوي حيب شعرف أفتدي بخير التكلم الأول على الإسماعيلي مش هيوسأل أحمد حسين ميدو على مباراة مباراة ولكن نحن دلوقتي الإسماعيلي معه 6 نقط صحيح وقلت عنده مشكلة صحيح ميدو هيقدر يحل المشكلة بصي هو الحامد وجاي في وقت صعب جدا يا أحمد ويا جمانا وجاي في ظروف صعبة جدا وقلنا أي المشكلة برده ودايما دايما ظروف الإسماعيلي الحقيقة عنده ضغط جماهيري بشكل كبير جدا الجمهور بيأثر برضو يعني بيأثر بالسلب على مجلس إدارة نادي الإسماعيلي وأنا من خلال أنا ومن خلال وجهة نظري أنه ما ينفعش نادي كبير بحجم نادي الإسماعيلي أو الأندية الجماهيرية دي يا أحمد أنه جمهور يأثر على مجلس إدارة أو قرارات مجلس إدارة خلي بالك أنه في بعض بنسبة كبيرة في الشارع القرار والإسماعيلي ما كانوش موافقين عن عودة أحمد حسان ميدو خاصة أنه كان فيه ولاية أولى لميدو مع الإسماعيلي وما كانتش فيها النتائج وما كانتش موفق بشكل كبير فيها ولكن هنا مجلس إدارة الإسماعيلي الحقيقة لازم يقف هنا ويعمل ستوب الإسماعيلي نادي كبير الإسماعيلي الموسم اللي فات كان قابق أو صينة أو أدنى من الهبوط لدوري الدرجة التانية لولا أنه قدر أنه يستفق في الأمطار الأخيرة من الدوري الإسماعيلي نادي كبير زي ما قلنا لا يقل أبدا عن الأهل والزمالك كنا في الأول يا جمانا بنقول أهل والزمالك وإسماعيلي ومصر أو التحاد دلوقتي احنا بقانا نقول أهل والزمالك وبرامتز أين الإسماعيلي الإسماعيلي ما زال مجلس إدارة نادي الإسماعيلي مختطط نادي الإسماعيلي فنتمنى طبعا عودة نادي للإسماعيلي وجمهور وليه جمهور عريقه وله تاريخ أصلا لكن فيما يخص الإسماعيلي أين الأهلي فيما يحدث بص هو الحياة الأهلي آخر أربع مباريات شايف الظروف مشابهة تحديداً؟ لا بص هو أنا أتكلم هنا على مشابهة من حيث الجمهور صحيح اللي بيضغط يعني شايف هالكولر موفق بتتكلم على ست مباريات تقريباً لي ربما بعض الجمهور حاكموا عليه بالفشل مبكر وأنا ما نقدرش نقول كده لا بص هو الوضع يختلف تماماً لأن لو جينا بصنا في الترتيب هتلاقي أن الأهلي والزمالك فوق والإسماعيلي تحت أنا ممكن أتفق معاك لو كان الأهلي بنفس وضع النقاط مع زي الإسماعيلي وده طبعاً لم يحدث لم ولن يحدث فأعتقد هنا فيه فوارق كبيرة جداً كولر عليه علامات استفهام كبيرة خاصة في آخر أربع مبارات لك أن تتخيل أن الأهلي في آخر أربع مبارات متعادل ثلاث مبارات وفايز مباراة واحدة على فرقه في بلاس تسعين ياحمد لك أن تتخيل في آخر أربع فيه لعيبة كتيرة مش موجودة بص موضوع اللعيبة ده لو اتكلمنا فيه ومش عايزين برضو نشيل الجمهور جزء منه ولكن الجمهور ليه جزء في الكصة دي خاصة أن بعد مبارات الأهلي والزمالك في بعض الأسماء كده لو جينا لما احنا واتكلمنا عليها يعني أفشا أين أفشا محمد الشناوي بعيد تماماً عن مستوى عندك اتنين حراس مرمى بالمناسبة طبعاً بنتمنى الشفاء لمصطفى شوبير لأنه أصيب بغضروف الرجبة وعمل أشعة وطبعاً نتمنا له الشفاء والعودة ولكن عندك حارس تاني زي قاله لطفي ام تعال لطفي هياخد الفرصة يعني شايفين محمد الشناوي بقاله فترة متراجعة في المستوى وده طبعاً مش إحنا اللي بنقوله ده كل المحلل الفنيين وخرجت أسباب كتير أوي شفنا أسباب كتير أوي كان موجودة على السوشيال ميديا يعني أياً كان بقى إيه السبب الحقيقي فعلاً بس في أسباب كتير خرجت ولكن يبقى أو تبقى النتيجة واحدة أنه المستوى متراجعة مش هو ده النادي الأهلي يعني آخر أربع مبارات لما الأهلي يتعادل تلات مباريات ويفوز مباراة بشق الأنفس في بلاس 90 أمام فاركو مع احترامنا طبعاً لكل الأندية خلي بالك هو الدور السندي أصعب وكل الفرق عمل التدامات ولكن مش هو ده النادي الأهلي مش هي النادي الأهلي يعني عكس إحنا لو هنتكلم على اللي بيحصل في الزمالك فأصبح فيه هوية وفيه شكل باين في الجناح اليمين واليسار على النقيد تماماً لما يحدث وفيه لو لاعب غاف في الزمالك هتلاقي لاعب بيزد مكانه إنما الأهلي الفترة الحالية بيمر بأزمة كبيرة خاصة خلي بالك أن الأهلي رايح كسر عمل الأندية الأهلي عنده أزمة كبيرة الأهلي لو ما عملش تدامات يا جمانة بشكل قوي قوي جداً 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 في الأماكن وتحديداً الظاهير الأيمن اللي بعد إصابة أكرم طفي لأن أيضاً لو تكلمنا هلايا محمد هاني مش في أحسن حالاته ففيه علامات استفهام على أكثر من اللاعب يعني مارسل كولر عليه علامات استفهام مارسل كولر شخصياً في التصريحاته قال أنا عندي مشكلة في الهجوم ما عنديش مهاجمين عندي مشكلة في أرض الملعب عندي أعدد مشاكله ما علينا بس إحنا دلوقتي خلاص مركاتو الشتوي خلاص الموسم الانتقالات خلاص ما هو على أبواب نهو خلاص فيه وبالفعل الأهلي بدأ فيه يعني تمام شايف بقى إنه إيه اللي هيحصل في الانتقالات في النادي الأهلي هل هي دي اللي هتحل المشكلة وشكلك عندك معلومات بس عشانتي ما عندي معلومات لأني أنا أنا اللي كنت سأل أنا اللي كنت سأل كولر في المؤتمر بالفعل عن الخلل الهجومي اللي موجود في النادي الأهلي وتحديداً إن إحنا بنشوف في كل مباراة مهاجم شكل يعني مباراة لقى محمد شريف مباراة لقى حسام حسن مباراة لقى شدي حسين وخلي بالك شدي حسين فإز تقلقه أنت أعدته صحيح يعني رد علي رد واضح وصريح جداً قالك أنا بالفعل مش لاقي ضلتي في ولا مهاجم من الثلاثة انت لك أنت تخيل إن النادي الأهلي فيه ثلاث مهاجمين مش لاقي ضلتهم ومش لاقي ضلتك في ولا مهاجم فيهم إحنا على مدار التاريخ لو رجعنا يا أحمد ويا جمانا هلقى أني دايماً دايماً بيكون في سترايكر صريح في النادي الأهلي وبيلعب باستمرار يعني لو رجعنا كنا هلقى يا متاب كنا هلقى إفلافيو أنا بكلمك وما دعمش ليه على المدل يعني ما دعمش ليه في الانتقالات السفية أو في المركاتو الصيفية لأنه مش هو اللي جايب الصفقات دي خلي بالك وهو قال قولاً واحداً قالك مش أنا اللي جايب الصفقات دي يعني صفقات المركاتو الصيفية هو جاء عليها هو جاء عليها ولكن هو حدد أهدافه طيب هيعمل ليه في الشتاء المركاتو الشتاء خلينا أقولك أنه خلاص يعني بنسبة تقترب من 80-85% والأهلي ممكن يطلع خلال 24 ساعة اللي جايين دولي يعلن أن محمد كيرستو أو محمد الضاول لعب النجم الساحلي أو جوهرة النجم الساحلي هو خلاص اقترب بشكل كبير جداً من النادي الأهلي المدت أربع مواسم ونصف الأهلي اتفق مع محمدين واحد من اللاعب البارزين في النجم الساحلي طبعاً وسنه صغير سنه صغير يا أحمد وخلينا أقولك أن النجم الساحلي كان بيراهن عليه ولكن ضحوا باللعب من أجل بقى أن الفريق كله يتعايش يعني النجم الساحلي الحقيقة الفترة الحالية بيمر بأزمة مالية كبيرة جالوا اللعب كمان كان جالوا عرض الرقم عندك تعرف الرقم؟ هو الرقم معي الحقيقة قولينا تبقى قولك قولي صحة أو غلط قولينا 800 ألف دولار بصي هو الرقم 800 ألف دولار هو الرقم قليل؟ بالإضافة لا ما هو فيه حاجة يا أحمد الأهلي كان ليه عند النجم الساحلي 950 ألف دولار كيمة عقوبة اللعب كلبالي اللعب الملقب بالهارب كلبالي الحقيقة لما راح النجم الساحلي جاء خطاب للنجم الأهلي أنه ليه فلوس مصباح عند النجم الساحلي وهو مبلغ 900 زي ما قلنا و50 ألف دولار بالإضافة لل800 ألف دولار اللي جمانة قالت عليهم وطبعا كلامك مظبوط جدا فالأهلي هيدفع المبلغ ده وخلص هو مش عايز الكيمة بتاع كلبالي اللي هو المبلغ المستحق اللي المفروض الأهلي ياخده من يعني ده 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 صفقة نقول صفقة صفقة حسابات لكن بس أنا عاوز سريعا كده هل في صفقات تانية ولا لا؟ خاصة فيه الأهلي عنده مباراة مهمة جدا لسه فضلاله قبل كاس العالم اللي عنده بتكلم على زمالك المصري وبرامد عندك مباراة صعبة جدا أمام برامد زي كمان قدام الأهلي زي ما قلنا بمشاكل تاني خالص في صفقة تاني الأهلي خلاص يعني تقريبا شبه خلاص اقتربت على الانتهاء وهو لعب سموحة الزهيري الأيمن ولكن الصفقة دي هيخش فيها حسام حسن من الناجي الأهلي ومحمد محمود من الناجي الأهلي أعارة لناجي سموحة وخلي بالك أن المهندس فرج عامر اتفق على كل حاجة مع مجلس إدارة الناجي الأهلي أن ياخد حسام حسن ومحمد محمود ويديهم الزهير الأيمن لناجي سموحة هتبقى صفقة تبادلية ولكن حسام حسن ومحمد محمود هيكونوا أعارة لناجي سموحة وليس بأنهاء يعني بس عشان ما نتكلمش على الزمالك أنا أسف طبع طبع في حاجة في الزمالك في ما يخص المركات الشاتوي بصه زي ما قلتلك يا أحمد وزي ما قلتلك يا جميلة أن المركات الشاتوي في الزمالك هيكون محدود جدا خاصة أن الزمالك جاب حوالي عشر صفقات ومنهم صفقة يعني للأسف أنا كنت أتمنى أن نحن نشوف اللعب ده متواجد داخلنا للزمالك اللي هو زكريا الوردي اللي الزمالك ما استفدش بيه على الإطلاق واللعب خد فلوسه ورحل بكل هدوء وشفنا معيني زكريا وقتها كان من اللعبة اللي برزة جدا والزمالك ما قدرش يستفيد منه ولكن احتمال بنسبة كبيرة أن احنا هنشوف حوالي 3-4 لعبين من فريق الأمل في نادي الزمالك مع عودة شبانة بشكل كبير لنادي الزمالك مجددا خاصة أن لو تفتكر الموسم اللي فات الزمالك ما قدرش يدعم بسبب وقف الكيد منهم شبانة زي ما قلت لك أنه يرجع لنا الزمالك نحن نتابعين ونتابعنا معك دايما يا إسلام حياة تجلنا بأخبار شكراك لورتنا في صباح الخير يا مصر الناقد رياضي إسلام محمد شكرا لك أنا اللي بشكرك وبشكرك يا أحمد وصباح الخير عليك دايماً شكراك يا إسلام